السلام عليكم متابعين عالم عزة اتمنى انكم تكونوا بخير على خير الفيديو اللي انشارك معكم اليوم هو واحد جلابة كيف تشوفو مخدومة بالكروشي على شكل سبولة انتم كيف تشوفو كتجي هذه السبولة بالكروشي كتجي جد رائعة وغذالة انتم كيف تشوفو مزينة بالعقيق كريستال انتم ما كتشوفو ما كتبينش اصلا كروشي كتبين بحالة بحالة ماكرامي رائعة انتم كيف تشوفو متقونة سبق لي وشاركت طريقة ديال هاد السبولة معكم في القناة السيدة اللي بغى الطريقة رها ترجع القناة تدير السبولة بالكروشي غيطلع ليها الفيديو وزينت هنا القبب بهاد الدرس ديال التاج صغير كيف ما كتشوفو حتى هو مزين بالعقيقة كريستال جد رائع وهنا تحت من نصف طوق كان هاد الملاقية كيف كتشوفو ديال الاعميدة مقلوبة تجي جد رائعة ومسقونة وهنا الكمام حتى هما مزينين بهاد الدرس ديال التاج صغير حتى هو مزين بالعقيق كريستال كيف كتشوفو هنا في الكم كينة واحدة افتيحة في الجناب حتى هي في هاد الدرس سيدة بغى الكم في هاد الفتيحة كيف كتشوفو في الجنب حتى هي مدرسة ومزينة بالعقيق كريستال انتو ممكن تشوفو الكم الاخر حتى هو فيه نفتيحة في الجنب حتى هي مزينة بالعقيق كريستال هاد الجلابة قلعت غزالة وجد راقية هنا بالنسبة لهاد السبولة اللي بغى العرض اكثر من هاد القياس ممكن يزيد هاد الاميذة اللي كان في الجنب يزيد هنا كان تقريبا شي ثمانية ممكن يدير عشرة او اتناش لو بغى العرض ديال السبولة يكون قل اكثر من هكا بغى تغير هاد القياس حتى سيدة ما بغى تشعرها بزاف بغى تغير هاد القياس نجو كيف ما تشوفو راجعة حلوة غزالة ممكن انك تديرها في قفطان ممكن تديرها في قندورة كتجي جدا رائعة الى عجبكم الفيديو ما تنسوش الدرجاء وتفعلوا جرس الشراك وان شاء الله دائما يبقى يوصلكم الجديد وشكرا